أتكلم فايدة المباراة فايدة لإعداد المنتخب للبطولة العربية إذا كان أحسن الاختيار بالتأكيد احتكاك غوي جدا هي الآن أنت بطرق أن القائمة الآن اللي ماشا دي ما أحسن اختيارها؟ أنت الليلة إذا توظف اللعيب الموجودين التوظيف الصحيح في فريق بين اختيار وفي فريق بين توظيف كتباء ما أنت خلاص الاختيار ما تم نحن بعد دائما بنتكلم عن شروع بنتكلم عن التوظيف للاختيار يقبل الآن أن نقول أنه مبارتين مهمات بعد ذلك نشوف المبارتين أيوة كيف التوظيف بعدين انتهي دي مباريات لإعداد البطولات هي مباريات رسمية لكننا نحن الآن فقدنا لهم لكن انت بتلعب إعداد لمباريات لبطولات كبيرة انت لعب بطولة العرب بعد أقل من 20 يوم نعم كويس ولاعب أمام أفريقيا في شهر واحد شهر واحد أيوة انت دي الفرصة الوحيدة لقدامك إنك تعدى لإعداد الجيد وجعتك يعني فرصة من ذهب إنه مباريات تنافسية في برحلة تعتبر لك أنت إعدادية فنحن يعني اللي أخي بابك يتكلم عن المدرب أنا بشوف أن المدرب ده هو مدرب ناجح وصلنا للمرحلة دي لكن العلة في اللاعب السوداني وليس المدرب علة الكورة السودانية هي اللاعب السوداني كويس اللاعب السوداني دائما يعني ما مستوى سابق الدافع كان في مباراة جنوب أفريقيا وكانها هي الصعادة المنتخب دافع اللاعب هي الصعادة المنتخب ولكن برضو المباراة الإعدادية كانت على مستوى كبير أيضا كانت سبب في صعود المنتخب أي وكان السبب لقين تعال شوف أنه حصل دروب في المستوى نعم لكل اللاعبين يعني زي ما تفضل الزميل بابكت مباراة ليبيا كان مواشر خطر كان مواشر خطر لمستوى المنتخب رغم أنه صعدنا وغلبنا وفزنا وصعدنا لكن كانت مواشر خطر لما جاءت مباراة قينيا اللي تهزمنا في أربع بيساو قينيا بيساو قينيا بيساو اللي في الخرطوب كان أي ودي كان هي قاسمة الزحر نعم قاسمة الزحر لأنه انتو مفروض كان تحقق التلاتة نقاط اشتركوا في القناة